هذه أبرز العناوين أسمى العزوزي أول الملتحقين بمحسكر المنتخب المغربي عجل لاعب كبير من هولندا يطلب تمثيل المنتخب المغربي لن تتوقع من هو والدراجراجي يرض على إمكانية تدريب لهيلة السعود بكلمة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أسمى العزوزي أول الملتحقين بمعسكر المنتخب المغربي حل اللاعب الدولي المغربي أسمى العزوزي مساء الأحد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالرباطة قصد الدخول في معسكر المنتخب الوطني تحسب لمواجهة الكوتيفور الودية ولقاء ليبيريا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا القدمة في الكوتيفور مطلع العام القدم يذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي الكوتيفور الودية في الرابع عشر من أكتوبر الجاري على أن يواجه ليبيريا في لقاء المؤجر عن التصفيات في السابع شهر من الشهر نفسها عاجل لاعب كبير من هولندا يطلب تمثيل المنتخب المغربي لن تتوقع من هو تعتبر هولندا من أكثر البلدان الأوروبي التي تشهد حضور المكتفة لللاعبين المنحدرين من أصول المغربية ويتألقون في الصفوف العديد من الأندية في بطولة الإرديفيزي لذلك بات مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم يستغلون الأمر لضم أكبر عدد من اللاعبين من أجل تمثيل كافة فئات المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مسؤول داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم أكد من خلالها أن مهيبة نادي آيكس مستردام الهولندي ياسير العساتي كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم الذي كان يريد ضمه لللاعب برفقة منتخب هولندا ليقرر في نهاية المطاف اختيار اللاعب للمغرب بشكل نهائي وفي الوقت الذي أعجب مدرب المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة بالمؤهلية الفنية والبدنية التي يملكها اللاعب ياسير العساتي الذي يشغل مركز الظاهر الأيصار قرر ضمه إلى الصفوف المنتخب المغربي ويخوض المنتخب الوطني المغربي خلال الشهر الجاري دوريا وديا في مدينة ماربيا الإسبانية بحضور منتخبات كوريا الجنوبية وإنجلترا ثم نادي مالغا الإسبانية تحت العشرين سنة السعداد للمشاركة في بطلة كأس العالم تحت السبعة عشر سنة التي تستطف إندينوزيا في الفترة ما بين العشر من نومبر والثاني من دجمبر المقبلين وليد راقراجي يرد على إمكانية التدريب الهلال السعودي بكلمة رد وليد راقراجي المدير الفني للمنتخب المغربي على فكرة تولي مهمة تدريب نادي الهلال السعودي خلف للبرتغالي جورج خيسوس الذي يواجه ضغوطا حاليا على رغم من تصدره لترتيب دور روشن السعودي وبعد تقديره لأداء المنتخب المغربي في كأس العالم سئل المدرب عن إمكانية التدريب الهلال فأجب راقراجي وهو يبتسم إن شاء الله يشهر إلى أن وليد راقراجي أشهد سابقا بنادي الهلال ووصفه بأنه عملاق السعودي وريال مدريد آسيا وذلك قبل مواجهة الهلال مع الوداد المغربي في بطلة كأس العالم للأندية 2023 حيث حقق الهلال الميدالية في الضياء حكيمي يحصد أعلى تنقيط في مباراة باريسان جرمان ورن تحصل أشرف حكيمي على أفضل تنقيط في مباراة فريقه باريسان جرمان أمام موظفه رن لحساب الجولة الثامنة من الدولة الفرنسية وتألق حكيمي بأدائه وبالهدف الذي سجله في شباك رن علما أن المباراة انتهت بفوز باريسان جرمان بنتجة ثلاث أهدف لسفر تقرر طبي يسمح للاعب باريس بتمثيل المنتخب المغربي في مباراة كوديفور وليبيريا أصبح بإمكان مدارب المنتخب المغربي وليد ريجراجي الاعتماد على لاعب باريس في مباراة كوديفور وليبيريا وسهم تقرر طبي في تأكيد مشاركة أمين حارت مع المنتخب المغربي في المباراة القادمتين وطمأن حارت ريجراجي عن وضعه الصحي ثم أتبع ذلك بالمشاركة في مباراة مارسيلي أمام لوهافر يوم أمس الأحد وقدم حارت مردودا جيدا أكد بها الثقة التي حضبها من قبل المدرب غاتوز من خلال سنعة الهدف الثاني لفريق أولمبيك مارسيليا في فوزه على لوهافر بثلاث أهدف دون رد وكان حارت قد أصيب في مباراة برايتون عن الدور الأوروبية مما زاد المخاوف عن وضعه الصحي بلماضي يواصل إحراج الاتحاد الجزائري لكرة القدم يواصل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي التعبير عن سخطه والسيائه من عدم جهزية الملاعب الجزائري لاستقبال معسكر الخضر استعداد لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفية كأس العالم 2026 وخرج بجمال بلماضي خلال مؤتمر صعوفي يوم أمس الأحد الذي يهم معسكر المنتخب الجزائري الخاص بمباراة رأس الأخضر ومصر يوم 12 والسادس عشر من أكتوبر الجاري خارج بتصريح جديد حول سوء وضعية المنشآت والملاعب الجزائر حيث قال تحدثت عدة مرات عن تطوير المنشآت على غرار الملاعب وتلقيت انتقادات لحدثي مثلا عن عشب بعض الملاعب وعدم جهزيتها وأضف ملاعب المركز التقني بسي ديموس ليست جاهزة لاحتضان هذا التربص الخاص بالمنتخب لذلك سنغادر يوم الثلاثة إلى قسطنطينا التحسب للمبارتين وقال بالماضي الصخرة في الندوة حسب ما نقلت تقارر صعفية إحلامية يريدون مني أن أنم في مركز سي ديموس أو ملعب نيلسون منديلا ببراقي ومراقبة وضعية المنشآت الرياضية وكيفية نمو العشب يوميا وتبع عقدت لقاء مع إدارة مركز سي ديموس وملعب براقي في الأشهر الثلاثة الماضية وتلقيت تطمينات بإجهزية المنشآتين الرياضيتين لمقابلة طنزانيا والسنغال لكن الطرف الآخر لم ينتزم بتعهدتها وختم مدرب الجزائر وظيفته تقتصر على التدريب وغير مستعد لممارسة مهام أخرى هي اختصاص للغير وكانت الجزائر انسحبت من منافسة المملكة المغربية على تنظيم كأس إفراقية 2025 التي فازت بشرف تنظيم المسابقة الإفراقية وذلك بعدما تأكدت من ضعف ملفها في جميع المعايير التي وضعت الكاف والشركة المكلفة بالتقييم الملفات الخاصة بالمسابقة انضمام إبراهيم دياز للمنتخب متحدث باسم الجامعة يوضح تحدث محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الوضع الحالي للنجم ريال مدريد إبراهيم دياز بخصص انضمامه للمنتخب المغربية مقروف أكد أن دياز يرعب في اللعب مع المنتخب المغربي بشكل كبير لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التوضيح وأشار إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين الجامعة ودياز مع تفاؤل بأن يكون اللاعب ميلان السابق جزءا من المنتخب المغربي وأوضح مقروف أن دياز يسعى لتأكد مكانته مع ريال مدريد قبل الانضمام الرسمي للمنتخب وأشار إلى أهمية توقيت كأس أمام إفراقية في هذا السياق حيث تؤثر مشاركة اللاعبين في البطولة على مصارهم الاحترافي والدولي اشتركوا في القناة